بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بمتتبعي قناتك الراوي ماط اذا اليوم مع فيديو جديد وفي درس المتجهات والازاحة المتجهات والازاحة اذا في البداية سنرسمها للشكل هذا اذا سنقوم بالمربع طول وضل Conference قبل ان نرسمstre شكل حقيقي سنقوم ب Layingになرエ و يكون جميع libertarianها قائمة سنقوم بoue يمكن وهم على الجهاز صورة الافجة للازاحة بتzk ذات المتجهة EG نريد أن نفهم بأن المتجهة EG من E إلى G نريد أن A صورة النقطة F A صورة النقطة F نريد أن توقع بأن A ستكون هنا بعبارة أخرى بأن المتجهة EG تساوي المتجهة F لأن A صورة F بالإزاحة التي تحول E إلى G أو ذات المتجهة EG إذن قبل أن نكمل نريد أن نفهم بأنها تكون منتصف تتم نريد أن G منتصف القطعة H نريد أننا EFGH مربع يعني أن المتجهة EF تساوي المتجهة HG ها هي نريد أن نكتبه EF تساوي HG ونريد أن A صورة F بالإزاحة التي تحول E إلى G يعني أن EG تساوي F نريد أن الربع EFHG متوازل أضلع ولكن هذا الربع متوازل أضلع نريد أن نقول EF تساوي GA أو المتجهة F A تساوي EG أو المتجهة G E تساوي AF إذن اللي محتاج لها أنا هي المتجهة EF تساوي GA نكتب EF تساوي GA وإلا نتبهنا مزيان EF تساوي HG EF تساوي GA ما معنى ذلك؟ يعني أن HG تساوي GA HG تساوي GA وإلا كانت المتجهة HG تساوي G أو عندهما نقطة مشتركة G يعني أن النقطة O H هو G و A نقطة مستقيمة يعني أن G منتصف H مزيان ثم أنشئ النقطة B بحيث EB تساوي EG زائد EH أولا EG هي هذه هذه هي EG متجهة EG والمتجهة O H هي هذه كات مجموعة متجهتين كيف فكرنا في متوازل الأضلع سننضي الخاصية المتوازل الأضلع فقط وإننا النقطة المطلوبة هنا سننضي النقطة B جيد ثم السؤال المولي أنشئ النقطة B بحيث دوزنا ثم بيين أن B صورة H بالإزاحة التي تحول إلى B وإلى E إلى J وإلى H يكفي أنني نبين بأن الرباعي E G ب H متوازل الأضلع وإلا بينت بأن الرباعي E G ب H متوازل الأضلع سننضي من المتجهة E G تساوي H B وإلا خرجت بأن E G تساوي H B يعني أن B صورة H بالإزاحة التي تحول يعني أن B صورة H بالإزاحة التي تحول E إلى G فقط تشير سائل سننضبط الدرس مزيان وحسب المسافة A B المسافة A B هي هذه مزيان هنا ما هي صورة F هي النقطة A بالإزاحة التي تحول E إلى G ما هي صورة H هي النقطة B بالإزاحة التي تحول E إلى G إذن ما هي صورة القطعة F H قطعة بإزاحة هي قطعة تقايس يعني أن هذه القطعة تقايس هذه القطعة مزيان سوف نرجع للشكل ونرى كيف سوف نحسب المسافة EFH يعني عندي المتلات قائم الزاوية EFH يعني متلات قائم الزاوية يعني واتره هي EFH يعني سوف نستعمل مبارهنة فيتاغورس FH2 تساوي EF2 زائد EH2 هذا مربع جميع أضلعهم المتلات قائمة سوف تبقى 3.2 زائد 3.2 هي 18 وبالتالي مدى هذه المسافة التي نريدها هي FH هي 18 إذن سوف نكتبها بالتفصيل EFGH يمكننا أن نعرفه اسمه مربع المربع طول ضلعية 3 سنتيمترات يمكننا أن نعرفه المربع جميع زوايا قائمة ونستعمل خطيط خطيط المتطابق ثلاثة متطابق تنمتها 1 سنتيمتر هذا نستعمل ثقائمة ثلاثة ثلاثة ونستعمل خطيط المربع وهذا هو EFGH أف عندك تدير الجي هنا أرى دورة جي أش ندير الكوداج جميع أضلعه متقيسة وجميع زوايا قائمة ثم أنشئ النقطة أ صورة F بالإزاحة ذات المتجهة أجي ما معنى ذات المتجهة أجي نرسم هذه أجي يعني غدتكون أ صورة F ذات المتجهة أ تتحول جي إذن F تتحول واحد النقطة غدتكون عندي هنا إذن سنستعمل ماذا؟ سنستعمل خاصية المتوز الأضلع كل ضلعان متقابلان متقيسان ما هو الضلع المقابل لأجي سيكون هو F A ها هي F A ستكون في شي بلاسة هنا نأخذ عود ثاني المسافة F F A ما هو الضلع المقابل لأجي سيكون G A إذن الجير عندنا إذن هذا سيكون المقابل يل هو هذا إذن النقطة A ستكون بالضبط إذن هذه هي النقطة A نقوله نرسمنا بهذه النقطة نمدده فقط هذا المستقيم لنا كمسا إذن كان يفضل بالكوداج ستكون هذه المسافة متساوي مع هذه السؤال المولي بيين أن G منتصف القطعة A حيث نبينه أن G منتصف القطعة A كيف سنقوم بإذن هذا السؤال؟ رابنا سابقا لكي بداية حيث نبينه أن G منتصف القطعة A حيث نبينه أن المتجهة HG تساوي G A سأكتبها لدينا EFGH مربع نكتبها الشيء بالتفصيل لدينا EFGH مربع هذا المربع نستطيع أن نقول المتجهة EF تساوي HG نستطيع أن نقول FH تساوي H ولكننا الذي أهمني هو EF تساوي HG إذن ندير المتجهة EF تساوي HG مزيلا سنحتاج لها هذه العلاقة سنسميها العلاقة 1 ماذا نرسمنا؟ لدينا رسمنا A صورة F بالإزاحة ذات المتجهة HG نكتبها لدينا لدينا A صورة النقطة A صورة F بالإزاحة ذات المتجهة HG هذه ذات المتجهة HG تسمي أيضا بالإزاحة التي تحول E إلى HG مزيلا إذن نستطيع أن نجهة HG تساوي FA إذن إذن ماذا؟ إذن هذا HG تساوي A صورة F صورة قد تكون هي الأخرى FA أو لا من الشكلها بينها إذن إذا كانت HG تساوي FA يعني هذا الرباعي G EF متوازي أضلع إذن إذا كان هذا الرباعي متوازي الأضلع سنخرج من واحدة متجهة ستساعدني وهي EF متجهة EF تساوي المتجهة G ارضوا البال لكي يكون لدينا متجهة متساوياتين نفس الملحة EF G كلهم من اليسار إلى اليمين وعندنا المستقيم متوازي لاحقش متوازي الأضلع وعندنا المسافة نفس المسافة إذن إذا نتابعنا مزيان هذه سنسميها العلاقة رقم جوج العلاقة رقم واحد فيها EF تساوي HG والعلاقة رقم جوج فيها EF تساوي G كاللحظ بأن المتجهة EF المتجهة مشتركة إذن من علاقة واحد واثنان إذا يديك المتجهة مشتركة شنو غيب قلية غيب قلية HG المتجهة HG تساوي المتجهة G شوفهم زيان متجهتان متساويتان وعندهم واحد نقطة مشتركة HG تساوي G يعني أن G منتصف منتصف القطعة القطعة المطلوبة هي H فقط إذن جاوبنا على المطلوب إذن نمر للسؤال رقم ثلاثة السؤال رقم ثلاثة فيه فقط الرسم أنشئ النقطة B بحيث المتجهة E B تساوي O G زي O H فيما يكون عندي مجموعة متجهتان متوازل أضلاع O G زي O H ه G وه O H يعني متوازل الأضلاع سيكون عندي النقطة التي أريد هنا نسيت هنا ما خليت المكان فيه نرسم ثم يجعل المكان دائما يجعل المساحة الشكل سيكون كبير من بعد إذن سنقوم فقط النقطة المطلوبة التي اسمها المعطيات B بحيث E G B H متوازل الأضلاع إذن نستعمل الخاصية المتوازل الأضلاع كل ضلعان متقابلان متقلصا هذا الضلع المقابل سيكون هذا إذن النقطة ستكون بلاسة هنا ينفو ستكون مكان في هذا القوس هذا مقاليا نأخذ المسافة هذه نأخذ هذه كتساوي هذه كل ضلعان هذا المقابل هو هذا إذن نأخذ الشوكر المضبوطة في المكان نضغط مزيان في الشوكر ونرسم إذن التقاطع لهم نتابه مزيان ستلاق لنا هنا هنا ستكون نقطة لنا اللي بغينا B سنمدد هذا بشيبال هنا المتوازي الأضلع ونرسم نسل نسل هذا الشكل الذي نأخذ هنا إذن هذا B سيكون نقطة B بحيث EG زائد EH كتساوي EB أو بعبارة أخرى EG BH متوازي الأضلع إذن هنا سنكتب واحد جملة بسيطة فقط لدينا خم مطلوبة لنكتب لدينا لدينا عندنا EB كتساوي EG زائد EH إذن ماذا إذن EG BH متوازي الأضلع EG BH متوازي الأضلع هذه سنحتاج لها السؤال الموالي السؤال الموالي كيف تقول لها هذا لنق ألف B بيين أن B صورة H بالإزاح التي تحول E إلى G بيين أن B صورة H بالإزاح التي تحول إلى B هذا ألف هذا بيين قلنا بأن E J BH متوازي الأضلع ما معنى E G BH متوازي الأضلع عندنا E J BH متوازي أضلع يعني أن E G تساوي H B فقط إذن متجه E G تساوي H B انتبه مزيان هذه الكتابة B صورة H بالإزاح التي تحول E إلى G أو B صورة H بالإزاح التي تحول E إلى G أحساب A B حساب A B قبل حساب المسافة A B و أت حساب A B حساب المسافة A B حساب B A B إذن كاللاحظة بأن صورة القطعة FH بالإزاحة التي تحول E إلى G هي القطعة A. لماذا؟ أ تحول G. F تحول A. إذن H تحول B. لا نعود أي شيء. إذن نعلم أن AB هي صورة FH بالإزاحة التي تحول E إلى G. نكتبها. لدينا القطعة AB. ماذا؟ صورة القطعة FH بالإزاحة ذات المتجهة أجهة. الإزاحة ذات المتجهة أجهة التي تحول E. وكان عرف أن صورة قطعة بإزاحة هي قطعة تقيسها. يعني أن المسافة AB هي المسافة FH. إذن AB تحول FH. سألتها. سألتها بالمسافة. سألتها بالإزاحة. فهي فهي من أغناله. سألتها بالإزاحة إلى 3. سألتها بإزاحة غيرنا بإزاحة FHs. زاوية في ماذا؟ في إذن هذيك AB اللي غادي نحسب أس 2 راهية HF حسب مغارنة في تافورس راهية هي 3 أس 2 زائد 3 أس 2 علشي منها 3 راه أف 6 2 هي 3 أس 2 و أس 2 هي 3 أس 2 و 3 أس 2 زائد 3 أس 2 غادي تغطينا 9 زائد 9 تساوي 18 إذن لما سافل بغيت AB كتساوي جادر مربع 18 نقدر نوقف هنا نقدر نزيد 18 كنا نعرفها هي سعود وجادر مربع سعود هي 3 أس 2 إذن هنا فقط نعرف كيف نرسم وكيف نحول كيف نوظف مبارهنة فيتاغورس وكيف نستعمل خصائص الإزاحة إذن التمرين الثاني AB C متلات قائمة زاوية في A أنا كنفضل دائما قبل ما ندرش أشكال مضبوطة كان نأخذ واحد شكل تقريبي في الواساخ لكي نعرف التوقعات قبل ما نرسمه إذن ستكون AB C ومثالة قائمة زاوية في A بحيث A يمكن أن نقوم بجوش سنتيمترات وBC راح بBC هو الوتر وهنا ستكون زاوية قائمة إذن هكذا سيكون الشكل في البداية إذن إي منتصف القطعة بBC إذن إي منتصف القطعة بBC هنا ستكون ربعة إي منتصف القطعة بBC هي هذه يعني ستكون هنا يجوج وهنا يجوج وهنا جوج يعني التوقعات هكذا سيكون T الإزاحة التي تحول A إلى E إذن هذه هي الإزاحة التي تحول A إلى E ندرنا وحسن في واسق لكي نعرف الإزاحة المنحة من A إلى E مزيان ما هي صورة النقطة A بالإزاحة T ما هي صورة النقطة A بالإزاحة T هي النقطة A إذن واضح بما أن الإزاحة تحول A إلى E إذن صورة النقطة A هي E السؤال الأول الواضح أنشئ D صورة B بالإزاحة دي صورة بي ما معنات دي صورة بي بالإزاحات يعني بي غادي تحول في نفس المنحة ديها الا اي يعني غادي تكون دي بحيث ان المتجهة اي تساوي بي دي يعني ان اي دي بي اي دي بي ها هي اي دي بي متوازل اضلع اذا هنا فقط الشكل يليه كده يخرج ثم بيين ان المتلات بي دي اي متلات متصاوي الاضلع هنا غصير فكرة وحشوية باش نبيين ان المتلات اي بي دي متوازل اضلع نضرب الإزاحة فقط نستعمل الإزاحة ما هي المسافة ا بي ما هي صورة ا هي اي ما هي صورة بي هي دي اذا هذه غادي تكون تهي جوج مفهم اذا هذا لقينا بعد هذا جوج انا عندنا اي منتصف القطعة بي سي وعندنا بي سي كتساوي ربعه اذا حتى هذه جوج اذا هذا الضلع لقينا هدا بهذا بقالية كيفاش نبيين بان هذا اذا سوف نكتب هذا الشكل اللي بلنا فقط اذا سوف نبدأ الرسمه ا بي سي متلات قائمة زاوية في ا بحيط ا بي كتساوي جز سنتمترة نصبقه اولا نديك الزاوية القائمة هالولا لدينا قائمة زاوية في ا قد تكون مثلا كده قبل ان نضبط زاوية قائمة فها نحن سوف نحن دائما مثلا كده قائمة هنا انتم وفعلو الكوس عبا البي كتساوي جوج نبدأ بي كتساوي جوج هوا هي عبا البي كتساوي جوج ها هي عبا البي كتساوي جوجها هنا ونقف و نضع Paris이어 lalda كل نقطةhave 0s سألك барان إذا أعرف كبنوا مستقبل يمكننيcio أن يظهر للطاب with this ولكن هنا .. jakie تجوني المتحدث بالت 1930 هي نقطة C e B e B إذن نتأكد أن c 4 e B لم أسمع لي لأنني لا أعطينا معلوم عليها ويكون منتصف القطعة ب Jordans لذلك بالناس منتصف القطعة ب Jordans نقوم ب Jordans لأن المصيد من خطاعة هذه هي النقطة A دائما نستطيع القطعة بحثون منتصف هناك رائعة ولكن هذا الجائعة لأن القطعة يساعد مما لاحقا المتصف ايضا لا بأس نرسم هذه الإزاحة التي تحول A إلى E نرد البال ره المنحة من A إلى E بل ما ندير ذلك السهم نحن ندير في البال بأن المنحة من A إلى E مزيد ما هي صورة النقطة A بالإزاحة T لا قلنا بأن صورة A هي النقطة E هنا يا سؤال الأول صورة صورة النقطة A بالإزاحة التي تحول ره بين من هنا A إلى E تحول إلى E هي النقطة هي النقطة ماذا؟ E إذن جاوبنا على السؤال الأول وفي نفس الوقت ترسمنا الشكل أنشئ D صورة B بالإزاحة T أنشئ D صورة B بالإزاحة T شوفكم جيدا ره الإزاحة T هي التي تحول A إلى E وبغينا D صورة B ما معنية D صورة B D صورة B ها هي B D ستكون في بلاسة هنا إذن نكتب واحدة جملة هي اللولة لنساعدنا في البرهان السؤال الثاني عندنا 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 D صورة B بالإزاحة وهذه الإزاحة T هي إزاحة ذات المتجهة ماذا؟ ذات المتجهة نكتب نعوض شوية ذات المتجهة A أرض البال إذن كنخرج واحد جوجة المتجهتين كنستويتين إذن A تساوي D صورة B يعني النقطة D ستكون هي الخير الصورة هي الخير ستكون هنا B إذن هذه الكتابة تدعني أن D صورة B بالإزاحة التي تحول A إلى D أو بعبارة أخرى بأننا ربعي A A كان قرب المقلوب A D B D B متوازل أضلع فقط نفهم؟ إذن كنرجع للشكل A A D B ها هي A A خاصة ندعي هنا في هذه الضلع إذن سوف نأخذ بأننا نأخذ بأننا نستعمل الخاصة من المتوازل الأضلع كله ضلعان متقابلان متقيسان هذا الضلع A يقابله سيكون قدام الضلع B B عرفناها دي ما عرفناها إذن D ستكون في شيء بلاصة هنا ها القوس دي ثم الضلع A B A B ستكون بحال بحال تساوي D مفهم؟ إذن نقطة على الشكل ستكون تقاطع القوس إذن بالضبط هذه النقطة المطلوبة D مفهم؟ نسط واحد شوية هذا الشكل لكي نعرف ه تقدم تلغي النقطة متقطعة ولا شيء خطيئ خفيف هكذا هكذا مزيان إذن نمر إلى السؤال رقم 3 أنش ردنا بيّن أن بيّن تساوي الأضلع ماذا هو هذا بيّن ها هو بيّن دي إذن لماذا هذا؟ سأقلنا صورة A B هي E B يعني أن A B تساوي مزيان إذن سأكتب تفاصيل لكي نفهم المطلوب إذن لدينا أولا نبدأ بديك شيء معروف A منتصف B C A منتصف القطعة B C إذن إذن E B يلي كتساوي B C على جوج كتساوي جوج سنتيمترات هلو لا E B كتساوي جوج مفروم لدينا عشنا عندنا بدي بدي صورة B صورة B بالإزاحة التي تحول A إلى A بالإزاحة التي تحول A إلى A راح نعرف أن صورة قطعة بإزاحة قطعة تقيس ها إذن ماذا إذن صورة صورة القطعة A B أولا نقدر نقول فقط أن A A تساوي B A A تساوي B D مفروم A E تساوي B D يعني نستجمل بأن المسافة A أيضا تساوي B D تساوي جوز سنتيمترات راح لدينا A B كتساوي جوج دلال أول A B كتساوي جوج و A E كتساوي جوج أيضا وهذا الرباعي A A B كتساوي بما أن A B D بمتوزل أضلع و A كتساوي جوج وهذا كتساوي جوج يعني راح تساوي جوج كله متقابل ومتقيس إذن ماذا إذن A E تساوي جوج مفروم والمقابل هو B D هو ساوي جوج والقنا A B كتساوي جوج مفروم معطيات والمقابل سيكون E D إذن هذا كل شي جوج و ستخرج منه أيضا إذن كتساوي E D كتساوي B D وبالتالي المتلت المتلت المطلوب هو E B D متساوي الأضلع إذن هنا أنهينا التمرين رقم 2 إذن نمر لتمرين رقم 3 A B C متلت متساوي الأضلع متلت متساوي الأضلع دائما قلنا أنهي قبل أن نرسم الشكل نقوم بإذن شكل غير تقريبي A B C متلت ونقوم الكودار متلت متساوي الأضلع جميع أضلع متقيسة و O متصاف القطعة A C إذن O ستكون تقريبا هي B ما معنى 2 B E يعني جوج المرات B E هذه تسمى 1 B E هذه 2 B E هذه هي الإزاحة التي تقولها 2 B E هذه الإزاحة T الإزاحة المتجهة 2 B E أنشي A' B' C' C' صورة 3 A B C' 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 ما معنى A' C' 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 بالإزاحة التي تكون المتجهة T يعني أنشي المرات إذن B ستكون B' وإن ناخذ نفس المسافة ستكون C' وإن ناخذ نفس المسافة ستكون A' إذن سيكون توقع بها السؤال مالي حديد طبيعة L'A' B' C' إذن نعرف طبيعة L'A' B' C' ستحافظ على المسافة يعني أن المسافة A B ستكون هي A B B والمسافة A C ستكون هي A B C والمسافة B C يعني بأن المثلات الخرق حتى هو ستكون متلات متساوي الأضلع وطبيعة الربع A B C B A B C B ستكون متوازل الأضلع لأن صورة A B هي C B يعني أن المتجهة A B تساوي B A تساوي إلى خير يعني ستكون متوازل الأضلع فقط ثم أبين أن صورة النقطة دي بالإزاحة المتصفية الآن سنرسم الشكل نضبطه سنعود إلى الرقم ثلاثة إذن أولا سنرسم واحد متلات متساوي الأضلع كنا نعرف رسم متلات متساوي الأضلع نديرو في البداية الشكل غير صغير لأن ندير المسافة ستكون كبيرة نأخذ البركار وحد المسافة معينة صغيرة نأخذ البركار نأخذ المسافة متلات متساوي الأضلع يعني جميع أضلعه متقيسة سنرسم ونرجع من هنا نأخذ نفس المسافة إذن تقاطع هي غير نقطة ثلاثة إذن ردب جميع أضلعه متقيسة لا أعطونا القياسات لا أخطرنا القياس معين اخطرنا غير المتلات إذن هذه المتلات A B C نعود ورجعه ثلاثة المتجهة 2 B و A منتصف قطعة C نقوم أولا A منتصف قطعة C إذن منتصف قطعة C سنرسم تقريبا ونقضي المسترد لا يمكن تقضي البركار 5 يعني 1 فصيلة قريبا ستكون هنا A يمكن تربح الوقت فقط لا يمكن تقضي البركار A الثلاثة المتجهة 2 أولا نرسم 2 B أولا نرسم 2 B نقضي هكذا هنا 1 B من B يعني نفس ملحة 2 B ستكون هنا إذن سنرسم البركار لكي تضبط شيئا ما إذن هذه 1 B وهذه 2 B إذن هذه المتجهة هنا لا نقضي واحد الساهم لكي نفهم إذن 2 B أولا B هي صورة B بالإزاحة التي متجهتها 2 A C' أولا B' هي صورة ستكون هنا في نفس الإزاحة يعني بعبارة أخرى بأن B C' متوزل إذن سنأخذ المسافة B' B' هي ستكون الصورة هي C' 2 ستكون C' أخذ متوزل الأضلع دائما سيكون هذا أول مخرج نعمل هذا هذا حسنا هذا هذا C' نرسم C' C' ستكون B' لأن الإزاحة نرسم صورة A دائما 2 أخذ المسافة نعمية إذن هنا ستكون النقطة الموالية متوزل الأضلع هذا مقابل هذا 3 متساوية هذه المسافة ستكون المقابل هي هذه إذن هذه هي النقطة A' نرسم هكذا بشبال إذن نرسم المثلات A' B' C' نرسم B' A' C' إذن الشكل الذي يكون بالضبط هو هذا جيد جيد إذن السؤال الثاني أنشئ المثلات قلنا أنشئ A' B' ما هي طبيعة المثلات A' B' C' إذن سؤال ثاني ما هي صورة القطعة A' B' ما هي صورة القطعة B' C' هي A' C' وبما أن الإزاحة تحافظ على قياس القطعة فإن هذه المثلات سيكون مثلات متساوي الأضلع إذن سنكتب لدينا A' B' A' C' و B' C' صورة القطعة على التوري A' B' ستكون A' C' ستكون A' C' C' صورة القطعة بالإزاحة على التوري والول على التوري بالإزاحة التي متجهتها بإزاحة بإزاحة 2 بإزاحة إذن ماذا؟ إذن A' A' B' A' C' A' C' B' C' B' C' جيد وبما أن المثلة A' B' C' متساوي الله يعني ماذا؟ A' C' 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 A' B' C' 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 المتقايصة إذا المثلة A' B' C' لأن الإزاحة تحافظ على قياس القطعة ماذا؟ الآن الجزء الثاني محددة طبيعة الرباعي A' الرباعي أ C' بالمعنى مزيان كتمنوا المزيد لكي نبين أن كان عدة طرق بينها عندنا ماذا نختصر شوية كما قلنا منتصف أصي نكتبوها لدينا منتصف قطعة أصي واشنو عندنا لدينا ببريم صورة ب بالإزاحة دات المتجهة اتناني بأ ببريم صورة ب بالإزاحة دات المتجهة ماذا المتجهة ارض لبرella هل قال إي اتناني بأ يعني أن ببريم يساوي جوجبه هذا هو المعني يعني أن ب ببريم يساوي جوجبه ألاثم صورة وإلا كان بب ببريم يساوي جوجبه بي أ ها هي ببريم يساوي جوجبه بإي يعني أن إه منتصف Wy ببريم إذن أ منتصف ببريم نعقله هذا على هذه علاقة رقم 1 أ منتصف أصي وأو منتصف يعني أن الرباعي قطره لهما نفس المنتصف وكنت تذكروا إذا كان عن نواح الرباعي قطره لهما نفس المنتصف فهو متوازي الأضلاع إذن الرباعي مال هذا الرباعي؟ ما هو أولا؟ A, B, C, B A, B, C, B متوازي الأضلاع لماذا؟ لأن قطره لهما نفس المنتصف غير واحد المناسبة هذه الإزاحة رخصنا نضبط خاصية دي المتوازي الأضلاع متوازي الأضلاع كل ضلعان متقابلان متوازيان كل ضلعان متقابلان متقايسان متوازي الأضلاع قطره لهما نفس المنتصف متوازي الأضلاع كل زاويتان متتاليتان يعني جم simulatedهم 180 درجة وكل زاويتان متقابلتان متقايستان هذه الخاصية سنحتاج لهم في البرهن باستعمال إزاحة السؤال الأخير بيّن أن صورة النقطة بالإزاحة T هي منتصف القطعة A'C' أولا ماذا تمثل في الشكل؟ هي منتصف القطعة وبما أن صورة القطعة هي A'C' والإزاحة تحافظ على المسافة فإن صورة النقطة بالإزاحة T هي منتصف القطعة A'C' إذن سوف نديره هنا لدينا لدينا ماذا؟ أ منتصف أصي القطعة أصي مفهوم؟ ولدينا A'C' صورة أصي بالإزاحة T الشيء غير الأكتباء فقط رأي منتصف القطعة الأولى والصورة لها القطعة هي هذه إذن سوف تكون أ منتصف القطعة الثانية نحن نسميناها أبريم فقط بيّن أن صورة نقطة أ إذن سوف نقول إذن إذن ماذا؟ إذن صورة النقطة A بالإزاحة T سوف تكون هي منتصف القطعة أبريم سي بريم لأن الإزاحة تحافظ على المسافة إذن هنا أنهينا التمرين رقم ثلاثة نمر بحول الله إلى التمرين رقم أربعة إذن التمرين رقم أربعة أبريم سي متلت وإي منتصف القطعة بيسي كننخذ الوسخ ديالي وكرسم واحد المتلت أبريم سي باش نعرف التوقعات ديالشكل ديالي أبريم سي متلت وإي منتصف القطعة بيسي في هاي بيسي هنا غديتكون بي وكندير لكوداج ديال المنتصف نعطى بالإزاحة التي تحول A إلى B أولا A إلى B هاليا هذه المنحة يعني نعطى بالإزاحة التي تحول A إلى B غديتكون من A إلى B فهذا الاتجاه فهذه المسافة ديالها يا AB انشئ بيسورة نقطة بيسورة 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 يعني التوقع بين بي هاي بعبارة أخرى يعني أن A, E, A, B, P متوز الأضلع إلى A, B تساوي E, P هذه الكتابة نقول أن P صورة E بالإزاحة التي تحول A إلى B يعني أن A, B, P, E متوز الأضلع إذا هنا سأخذ إلى النقطة E ما هي صورة المستقيم A بالإزاحة T؟ مستقيم A, هذا هو المستقيم دينا A كنعرف أن صورة مستقيم بإزاحة هو مستقيم يوازي صورة النقطة A بالإزاحة هي B صورة النقطة E بالإزاحة هي B إذن صورة النقطة المستقيم هو هذا يعني المستقيم بB فقط أنشئ النقطة إذن صورة المولية أنشئ النقطة Q بحيث A, Q تساوي 2A هذه الكتابة ما معنى A, Q تساوي 2A أولا هذا العدد 2 عدد موجب يعني أنك A, Q و A, E لهما نفس الملحة ها هي A, Q أنا متوقع أن تكون شي بلاصة هنا إثناني A, E كننأخذ المسافة A, E للمرات كنأخذ البركار كننأخذ المسافة إذن Q ستكون هنا أو بعبارة A, E تساوي 2A, Q A, Q تساوي 2A, E يعني أن E منتصف يعني كنعندي هنا ندير الكوضاج كنه هنا هذه المسافة ستكون هي هذه المسافة تحقق أن النقطة Q صورة C بالإزاحة T يعني أن الإزاحة Q صورة C هنا ستكون فقط تحقق يعني نقدر ندير الكوضاج هنا لدينا A منتصف B, C وعندنا Q صورة النقطة A بالإزاحة E يعني أن هذا الرباع متوازل أضلع وبالتالي أن غلقوا A, B تساوي C, Q يعني أن Q صورة C بالإزاحة التي تحول A إلى B بالإزاحة T إذن قبل أن نجاوبه تتوقعنا وفهمنا كيف سنفعله سنكتبون ذلك إذن سنرسم أحد المثلات A, B, C لا يفرضون أن نفعل هذا المثلات سنفعل المثلات كيفما كان A, B, C متلات هنا من المثلات A, B, C ستكون هنا A ستكون هنا B ستكون هنا C جيدا نعطي بالإزاحة التي تحول A إلى B سنعقل عليها من A إلى B نفعلها مثلا إذا نغلط من A إلى B إلى تحت أنشئ B صورة نقطةück بالإزاحة T أولا أنشئ B صورة نقطةئ بالإزاحة T ما هو منتصف بي سي نأخذ أولا منتصف بي سي عندما تسدكيرها فأ DF مرسم تحت من المنتصف لننسى لمنتصف بي سي نأخذ شوكا تبيركار نأخذ سي أنا مع طوية على المنتصف نأخذ قوس من الأعلى واليصاق من البيس أعلى والأسفل ثم نأخذ نفس القوس مثلا هذا لن ندر الفصن الوحيد ثم نقوم نقوم بإصلاحها وبالتصرف نحوك ثم نقوم بإصلاحها لن نرسمها ولكن نعلم المنتصر فقط إذن إذاً، أنا أتأكل بأن المنتصر ستكون نفس المسافة إذاً، هنا ستكون نقطة A ثم أنشئ P سؤالة نقطة A منجم بإزاحة تتحول ا إلى B إذاً سأكون بلسفة ستعمل خاصة للمتوازي الأضلاء وكل ضلعان متقابل المتقصة. سوف نأخذ المسافة AB. ها هي مسافة AB. تساوي IP. ها هي E. سوف تكون P. سوف تكون هنا. ها هي. سوف تكون. ثم AI. المسافة AI. ما هو الضلع المقابل لAI؟ سوف يكون هو BP. بعرفناها. ولكن P ما عرفنا. هذه هي النقطة P. نرسمها بهذه. نقول أن P. نقول أن P. نقول أن P. صورة نقطة E. بالإزاحة التي تحول A إلى B. أو بعبارة أخرى المتجهة AB. تساوي متجهة EP. أو بعبارة أخرى A. E. P. B. متوازن أضلع. سوف نقول عدة تسميات تسميات للإزاحة والمتجهات. مفهوم؟ كينا علاقة ما بنتهم. إذن أنشئ P. جاوبنا دابع على السؤال الأول. أنشئ P. ما هي صورة المستقيم AI بالإزاحة B؟ ما هي صورة المستقيم AI؟ نكتب فقط. صورة نقطة بها. صورة نقطة B هي مدى. صورة نقطة B هي مدى. صورة نقطة B هي مدى. صورة المستقيم. المستقيم المطلوب بمستقيم AI. هنا كان هناك مشكل. صورة النقطة A هي B. لأن الإزاحة التي تحول A إلى B. صورة النقطة المطلوبة الثانية هي E. صورة النقطة E هي B. مزيح. إذن صورة المستقيم A E هو المستقيم B P. رأي قدر يبين أن نعلم أن صورة المستقيم هو مستقيم يوزي. إذن المستقيم A يوزي B P. إذن السؤال الموالي أنشئ النقطة Q بحيث A Q تسوي إثناني A A Q تسوي إثناني A. عندهم نقطة مشتركة A. يعني النقطة A وQ و E هي مستقيمة. إذن سوف نمدد فقط المستقيم A. مستقيم A ها هو. وكن نخذ المستقيم A Q تسوي إثناني A A. يعني جوجة المرات A A. ها هي A A. واحد A A. ها هي جوجة A A. إذن هنا غدتكون عندنا النقطة المطلوبة Q. نقول أن A Q تسوي إثناني A. أو بعبارة أخرى. يعني عندي المنتصف. يعني عندي الكوضاج. هاد المسافة. كنت تسوي هاد المسافة. أوكي. السؤال الموالي. تحقق أن النقطة Q صورة النقطة C بالإزاحة T. ما معنى Q صورة النقطة C بالإزاحة T. بالإزاحة التي تحول A إلى B. رات الإزاحة التي تحول A إلى B. يعني فقط سينبيا بأن هاد الرباعي. هذا اللي غير سمدها بالله اللي غد نقطره. الرباعي A C B كو B متوازل أضلاء. أوكي. قد نكتبها تشيرة. لدينا A منتصف بالس. لدينا A منتصف القطعة B C. مزيان. هاد رغان نرجع لها. واشنعن هنا. رغان رسمنا Q بحيط A Q تسوي اثناني A E. لدينا رسمنا النقطة Q بحيط A Q تسوي اثناني A E. اشنو كي يعني هاد. A Q تسوي اثناني A E. يعني أنه منتصف A Q. ايدان. اي منتصف. ماذا؟ منتصف A Q. مزيان. شوفوا مزيان. هاد B C و A Q. ما هما إلا قطره الرباعي A C كو B. وهذا الرباعي قطره لهما نفس المنتصف. ولكن عندنا رباعي قطره لهما نفس المنتصف. فاش كيف يفكرناه؟ كيف يفكرناه متوازل أضلاء. ايدان غنكتبو ذاك شيء. ايدان الرباعي ما هو إلا A C كو B. A C كو B. متوازل أضلاء. لأن قطره. لأن قطره. نفصل واحد شوية مزيان. شنو هما هذه القطرين. B C و A Q لهما نفس المنتصف. مزيان. باش غنفعنا هذا الرباعي نفس المنتصف. يعني هذا الرباعي غن خرج من المتجهة. ايدان المتجهة A B. اللي هي الإزاحة ديالنا. تساوي C Q. ايدان A B تساوي C Q. واش نو كتعني هاد الكتابة A B تساوي C Q. يعني أن Q صورة C بالإزاحة التي تحول A إلى B. والإزاحة التي تحول A إلى B هي او بالإزاحة باختصار T. هذا هو السؤال الرابع. السؤال الثالث هو أنشئ النقطة Q. رسمناها. ايدان أنهينا التمرين رقم أربعة. ايدان نمر إلى التمرين الأخير في السلسلة هو التمرين رقم خمسة. نمر للتمرين الأخير في السلسلة التمرين المتجهة والإزاحة. A B C متلت. انشئ النقطة A بحيث B A زائد B C. لاحظوا معي واحدة نقطة مشتركة هنا B. كيفكرناك متوازل أضلع. B A زائد B C. ايدان مثلا عندنا هذه المتلت A B C. نرسموه المتلت غير صغيرة هنا لانا ما عرفناش توقعات كيفاش غير الشيء. نرسموه A B C متلت. ندير هنا مثلا A B C متلت. عندناك B A زائد B C. ها هي بتكون هنا يا B C. B A. انا كانت توقع بأن النقطة U غد تكون هنا يا تقريبا متوازل أضلع دينا هنا في غد تكون نقطة U. اوكي؟ يعني أن B A زائد B C كتسوي B A. او بعبارة أخرى بأن A B C E متوازل أضلع. كان كتب في الواسق ديالي A B C متوازل أضلع. يعني أن المتجهة B C. نقدر نتخرج مثلا المتجهة B C كتسوي A وهالشي اللي يعني هلشي. نفهم؟. إذا نبين أن الصورة النقطة U بالإزاحة التي تحول B إلى C. ما معنى الإزاحة التي تحول B إلى C. كان نطلق من B وكان نمشيه عن C. يعني بعبارة أخرى بغيت نخسين بغين فقط بأن B C كتسوي A وهالي يرى يلاقلناها. إلا دينا B A تسوي B A زائد B C. B E تسوي B A زائد B C. إذا الرباعي A B C متوازل أضلع. كنخرج ديك B C بغينانية. إذا B C تسوي A E وبالتالي هذه الكتابة تعني أن A صورة A بالإزاحة التي تحول B إلى C. مزيان. نشئ النقطتين M و N. بحيث A M تسوي ناقص اثناني A. أول ملاحظة. ره A M تسوي ناقص اثناني A. ما معنى هذا ناقص؟ يعني أن A M و A B لهم منحيان متعاكسان. A B عرفناها من الفوق التحت. إذا التوقع ديالي ره A M واحد A B. هذه ناقص A B. هذه ناقص اثناني A B. إذن هذه هي النقطة ديالنا M. و B N تسوي ثلاثة علاج جوج B C. يعني ثلاثة علاج جوج موجب يعني أن B N و B C نفس المنحة. ره B C عرفناها في هذه المنحة. إذن N ستكون تهيب في هذه المنحة. ما معنى ثلاثة علاج جوج؟ نقسم B C إلى قطعتين لما قام. دائماً نقسمه حسب المقام. لما قام فيه جوج نقسم B C إلى قطعتين متقيستين. إذن طلاقاً قبل ما نرسم نأخذ هذه عدد من المضاعفة ديال الجوج. مثلاً نأخذ الجوج سنتمتر لكي نأخذ تقسيم سهل من بعد. إذن هذه تسمى واحدة لجوج. هذه الجوج على جوج. إذن هنا ستكون نقطة ديالنا N. ره واضح بأن النقاط E و N و M نقاط مستقيمة. جوناً في الفص مستقيم. بين أن M تسوي ثلاثة علاج جوج أب. هذي سأرجع لها في التبريغ. سنرى كيف سنبينه بأن كيف سنبينه بأن كيف سنبينه بأن كيف سنبينه بلالة المترجمات والنقطة مستقيمة. إذن سنبدأ A, B, C متلت. سننضغطها في مسافة صغيرة لها. إنك قام بأن كيف سنبينه بأن كيف سنبينه بأن كيف سنبينه بأنك هذه هي النقطة A. إذن هذا هو المتلطة A B C. إذن أنشئ A بحيث B A تساوي B A زائد B C. B A زائد B C. B A زائد B C. كنت تفكر أنه متوز الأضلاء. A ستكون بلصة هنا. إذن ها هي B A. ما هو الضلع المقابل B A هو C E. ها هي C. A ستكون بلصة في هذا المكان. إذن هنا ستكون نقطة دينا. نأخذ دبا C B. ما هو الضلع المقابل C B ستكون هو A E. إذن نأخذ دبا نقطة دينا. إذن هنا ستكون بالضبط النقطة اللي بغينا. إذن هذه هي A. مفهم؟ إذن سنسد دبا متوز الأضلاء. نستعمل لك الخطوط متقطعة أو الخطوط متقطعة أو الخطوط متقطعة أو الخطوط متقطعة. إذن هذا هو متوز الأضلاء دينا. مزيان. ثم بينا أن أسرة النقطة بالإزاحة التي تحول B إلى C. سأرسمنا هذه النقطة أ. ماذا قلنا؟ قلنا بأن هذه النقطة أحققت لي. هذا أنشئ النقطة الأولى. أولا إنشاء الشكل ثانيا. نأتي هنا لأننا يمكن أن نزيد الشكل في الشكل. لدينا لدينا. سأرسمنا بأن بي أ هي بي أ زائد بي سي. نكتبوها. بي أ هي بي أ زائد بي سي. أشنو كيف يعني هذا؟ إذن كان واحد ربعي غا نخرجوه. وهو بي أ أ سي متوز الأضلاء. إذن بي أ أ سي متواز الأضلاء. نحن نحن الآزاح التي تحول B إلى C. أخرج من تلك متواز الأضلاء المتزه المساوي جب بي سي. إذن بي سي كتساوي A أ تساوي A أ أ. إذن هذه الكتابة تعني أن أ صورة A. إذن أ صورة A. بالإزاحة التي تحول المعدة B إلى C إذن جاوبنا على السؤال فقط السؤال الموالي السؤال الموالي أنشئ النقطتين M و N نبدأ ب M AM تسوي ناقص إثناني AB ناقص إثناني AB يعني AM و AB لهم نحن متعاكسان AB من الفوق للتحت إذن AM ستكون من تحت الفوق ندد المستقيم هذه تسمى مسافة AB هذه واحد AB وهذه جوج AB سوف نداب عندنا AB و AM لهم منحيان متعاكسان لاحقا عندنا ناقص إثناني AB ثم بأن تسوي ثلاثة إثناني AB قلنا نأخذ المقام نقسم BC إلى قطعتين متقيساتين سوف نأخذ بي سي مالذي بداية سنتيمتر لكي نحن سهلا في التقسيم إذن نصف الجوج و واحد نفهم؟ إذن ملاحظة ثانية BN ثلاثة على جوج موجة يعني أن BN و BC نفس الملحة هذه هي باستفاد الملحة إذن سوف نمدد B من B ل C هذه هي باستفاد الملحة إذن سوف نأخذ هذه واحدة إلى جوج جوج على جوج نزيد واحد سنتيمتر آخر لكي تكون ثلاثة على جوج ثلاثة على جوج ثلاثة على جوج ثلاثة على جوج إذن سوف نلاحظ أن النقطة هذه هي نقطة مستقيمة لها لدينا السؤال الأخير الذي تقوم بأن هذه النقطة هي نقطة مستقمة لدى نهاية التقسيم نستمر إلى سؤال رقم 3 انسانية أثناء سؤال رقم 3 هنا واحد السوء الانشي. ارابع و هنا تلاتة و اربعة. الغابة لديكالج و هنا تفهم 5 5. كان يعني ان ملي مليدا من المشكل. هنا باقي نتبه حتى نبين ان تساوي م تنسى100. ندير م تناوي م تساوي. لدينا م تساوي. كنشوف دابة في المعطيات مع من مرتبطة النقطة E أو M في المعطيات رأعطونا M مرتبطة مع A إذن كندخل على قد شال كندخل واحد نقطة A هنا يعني لماذا دخلت A؟ لأن M في المعطيات مرتبطة مع A إذن M-E كندير M-A زائد A-M رأي كندرجع دائما للمعطيات M-E هي M-A زائد A-M على قد شال شوفوا معين زين كنديره M-A زائد A-M رأي بحل ما دلنا ولو لأن على قد شال هذه M-A زائد A-M M-A زائد A-M مرتبطة أب M-A زائد A-M بحل ما دلنا ولو بحل ما نشتب على عدد O لأن M-E كتسوي M-E مزيان لا نشتب على عدد O غير بييننا فقط M-A كنرجع للشكل ما هو عندنا حنا يا المعطيات عدنا A-M وإحنا بغينا M-A إذن شهن غادي ندير عندي الحق نقل ندير ناقص ونغير الملحة M-A كنرجع A-M زائد A-E عوض A-B-C نرى مزيان ودائما ندير في البال ديالي أنا راه بغيت تخرج لي A-B و B-C مفهم؟ إذن كنرجع دابل الشكل كنعوض A-M بما دا بناقص 2A-B إذن كنرجع للM-A راه M-A هي ناقص 2A-B إذن A-M غادي تكون 2A-B مفهم؟ M-A هي 2A-B مفهم؟ وإذن لقنا ذلك المطلوب إذن M-E هي 2A-B زائد B-C إذن M-E هي 2A-B زائد B-C وبالتالي جاوبنا على الجزء الأول من السؤال الخامس الجزء الثاني E-N تساوي هذا نبدأ ب E-N أولا نبدأ ب E-N كيف نقوم ب E-N ونوقف ونرجع للمعطيات نرى ما المرتبطة N في المعطيات راه المعطيات N مرتبطة مع B إذن ندخل على قد نقطة B من جبنها B لأننا جبنها E-B كنقوم ب E-B زائد B-N لأننا نقوم بمتازل لأن العلقة تبعها ون هي O-N إذن أَوْB أنا أريد ترى مفلول سأريد A-B وPS لا أريد أَوْB إذن ندخل على قد نقطة A لتخير لديك A-B كتبعني أَوْB زائد A-B كتبعنا أَوْB وفي نفس الوقت هذا النوع نرجع للمعطيات B-N هي ثلاثة علاجة B-C كنت نكتبها قليلا ثلاثة ارى جهاز بس اب اي احراد اي مطلقه على اي او اب ادوى قال اه احرعد الامرстиى بالان بو اضلاع انه او اب او اب مطلقه او اب بو اس b اب قام ا vem وeten و trى جهازا ادوى أساني كل شي مهم من البعض اي ايران بعض من البعض , اي انطلق هذا بأي باعمر البعض وسيقف بااء باوني سيدياً سيدياً ناقص أقوم بزيدة اب ثلاثة ابس سيديت الكامل هنا أرى ذلك حسناً أرى رائعاً سيديت أقص نرى ثلاثة ابس سيديت بالكامل هنا إذا عملت بلطت بكاملها ثلاثة ابس ثلاثة ابس إذاً جاء المعقام للمقاماً سوف نكمل هنا تساوي AB نرى هذا ناقص واحد مقام واحد هي ناقص جوج على جوج ثلاثة على جوج ثلاثة على جوج بس نحسب الفرق بين البسطين هي AB ثلاثة ناقص جوج هي واحدة على جوج بس إذا كتبنا AB بدلالة بس بلا منزيد فلقنا AB زائد واحدة على جوج بس هذه هي AB زائد واحدة على جوج بس بقليل السؤال الأخير تبين أن النقاط نقاط مستقيمية سؤال رقم 6 شوف معي مزيح حتى لا أستطيع أن نجاوب على خمسة نستطيع أن نأخذ المعطية سؤال 6 سؤال 6 يستطيع أن النقاط M و O و N مقاط مستقيمية لكي تكون أن النقاط M و O و N مستقيمية سوف نلقى هذه المتجهة النيت تسوح العدد في المتجهة الثانية و أم نقاط مستقيمية و أم نقاط مستقيمية أم نقاط مستقيمية سوف نستطيع أن نجاوب على السؤال و أخذت على خمسة نستطيع أن نقاط مستقيمة م أ كتساوي جوج بس نستطيع أن نقاط مستقيمة موفر و أن نقاط مستقيمة اقام بس أم نحن نقاط مستقيمة هنا مو كتساوي و نستطيع أن نقاط مستقيمة نقوم بعمل نشطر جوج A B جوج في هذه يعني جوج A B زائد جوج في واحدة جوج جوج على جوج B C مشات جوج كتعطينا جوج A B زائد B C شوفهم زيانا وجوج A B زائد B C ما هي إلا M E يعني كتساوي M E إذا لقنا اثناني E N كتساوي وش كنا واحد علاقة منتهم؟ إذا لكنا واحد علاقة وكنا واحد نقطة مشتركة إلى نقطة E و M و N مستقيمة إذن نهاينا التمرين رقم 5 وأنهينا سلسلة تمارين المختصة ل البобраз المتجهات و الإزاحة إذن تلقى في قناة جميع تمارين سلسلة تمارين دلال المعادلات مع المسائل سلسلة تمارين دلال المترجحات مع المسائل وسلسلة التمرين المتجد والإزاحة مع المسائل. أيضا سلسلة التمرين لمعلم في المستمع والمسائل وسلسلة التمرين للمعادلة المختصة المستقيم. إذن موعدنا في الفيديو والإن شاء الله حول آآ آآ بعض نماذج من الامتحانات الموحدة حسب الإطار المرجعي.